بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين بصلوات صاحب القداسة والغبطة الباب المعظم الأنبى شنود الثالث وإشراف ورعاية حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبى أفنسيوس مطران كرسي بن سويف والبهنسة كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس القس عبد المسيح المقاري بالمنهر مطاي تقدم في كنيسة المنتصرين فخر القديسين الخادي ملامي أبونا عبد المسيح قصة حياة قديس القس عبد المسيح المقاري المنهري إعداد درامي وإخراج سمير فهمي اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم يسوع المسيح وهو أمسا واليوم وإلى الأبد قديسنا النهاردة يا أحبائي قديس عاش في قرننا الحالي اتولد حوالي سنة 1892 ميلادية وعاش من العمر حوالي 71 سنة في بر القداسة وإيمان كامل مسترشدا بقول رب المجد يسوع المسيح لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات قدسنا يا حبيب تولد من أبوين مسيحيين في قرية اسمها أبو شحاتة مركز مطاي محافظة المينيا أبوه اسمه حنين حن وأمه اسمها أستير وكانت مهنة القديس في صباه لا تمتاز عن مهنة بطرس الرسول الصياد ولا الأنبى شنوده رئيس المتوحدين اللي كان بيرعى غنم أبيه مهنة قدسنا اللي حناخد بركة حكايته النهاردة كان بيشتغل مع أبوه في الزراعة وتربية المواشي من جمال وغنم وغيره أعتقد يا حبيبي أنت عرفته حنحكي حكاية مين من القديسين النهاردة حكاية القديس المعاصر القس عبد المسيح المقاري المنهري اللي كان اسمه قبل الرهبنة سمعان حنين حنة وتعالوا نسمع الحكاية أبوه السمح محنين هيا سمعان يا ابني شقيت الأنايب الأرض عطشانة بقالها يومين مني شغالها هو يا عب امبارح الحد قلنا زي بعضه سمعان في الكنيسة بيصلي وأول امبارح فين سمعان نزل مطيح در العشية اللي بيصليها المطران ويوم الجمعة أول امبارح سافرت لجابل القلمون عشان أحضر الأدس هناك في دين الأنبى سمويل يعني يا سمعان يا ابني ما ينفعش تصلي الأدس هنا في بلدنا مش هادي لازم تروح الدير ما انت عارف يا بويا جاني في المنام القديس الأنبى سمويل قلت روح وصلي الأدس وهعمل تنجيد الأنبى سمويل في ديره اوه مش هاخدص معاك كمل شقل أناي وانا حبص على الزريبة اشوف الخروف اللي اتولد من أسبوعين اخبره ايه كان يمبارح مرضان وما بيأكلش انت ما طلتش على الزريبة طلت يا بويا طلت وحطت العريقة اللي بهايم والخروف الصغير بقى كويس وأكلته طب حروح ابص عليه وانت ما نسيبش الأرض غير لما تكمل شقل أناي همك هتجيبلك لقمة تشوق بعريقك راعم وشي ومزارع وفي قلب الخير مزارع لما الرب يزارع أبونا عبد المسيح فأجابت أستير الملكة وقالت إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها الملك وإذا حسن عند الملك فلتعطي لي نفسي بسؤالي وشعبي بتلبطي لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهناء والقطر وال... يا سمعان سمعان يا سمعان والمجد الله دائما أيوا يا أمي إزايك يا رومي أختي إزايك أنت يا سمعان خليك يا ابني قاعد تحت الشجرة بتقرأ يا حبيبي في كتاب المقدس ربنا يباركك خد يا حبيبي خد السرة دي فيها رغيف عيش وحتة جبنة وعودين سريس ربنا يخليك لي يا أمي وتعب روحك ليه وهو أنا عندي أعز منك يا سمعان دي أنت بكري الوحيد على سبع بنات العدر أمي النور تبارك فيك وتخليك تصدق يا أمي أنا كنت بقى رف صفر أستير وإنت جاي علي وصدق اللي سماك أستير على اسمه لأن أستير ضحت كتير عشان ناسها زيك يا أمي يا غالية بتضحي وتتعب كتير عشان أنا ملاحظة يا سمعان إنك بنعمة ربنا بقت تقرأ كويس يوم عن يوم بتتقدم في القراءة رغم إنك ما تعلمتش لا في كتاب ولا في مدرسة علمت نفسك بنفسك ما أنت عارفة يا أمي أنا أنا بتعلم القراءة عشان إيه صليلي يا أمي إن ربنا حقا رغبتي تاني يا سمعان تاني مش هنخلص بقى من السيراد برضو عايز تخش الرهب أنا إيهو يا ابني تعاود السيرة دي قدام أبوك أبوك هنان ما حلتوش غيرك في الدنيا دي أنت سند له تشد دهره دي أنت يا ابني بكره وحيده على سبع بنات أهو أبوك جاي هناك أهو قفل حسيرة سمعاد السمعاد هنا كله بركة يا سدير الخروف الصغير كان بمبارح بارك وم بيأكل ش لما مر عليه سمعان النهاردة الخروف خاف ووقف على حيل وعمل يأكل من أمه البركة بتحل على كل مكان بتدخله يا سمعان يا ابني وفتح لك الموضوع ده تاني لما يا ابو سمعان مش عارف أشيل الفكرة دي من دماغه زي يا أستيل أنا ما قدرش استغنى عنه معك حق يا حني تصدق إنه علم نفسه القراية عشان ما يروح الدير يقرأ كتاب المقدس ويقرأ التسبيح والصلوات بالك يا أستيل بفكر إنه أجوزه وانت عارف أي علم صحية في بلدنا مش هاده بيحبوني وبش هيرفضوا ينسبوني وانت فكرك لما حتقوله على الجواز حيوافقك ويرجع عن اللي في دماغه يا حني أحمله بس يا أستيل أحمله ما هو سمعان إيدي ورجلي ده طهري سندي مش بس ده كل براك دي إيده مبروكة وشه وش خير الزرعة اللي يمد يرو فيه خيرها بيد ضعف الضعف الغنب والمواشي لما بيدخل عليهم المرضانة بتخيف والبركة بتحل عليهم خيرهم بيزيد لأنه ابن المسيح شفاعته أم النور العدرة مريم تملي معاه وكل اللي بيطلبه بشفاعته ربنا بيديهوله هو مفيش غيره الجواز الجواز حيمنع عنه فكرة الرهبنة حبيبي ورب يسور أنا ابنك الخاطي بطلب منك دايما ما تبعدنيش عن صدرك الكبير وقلبك الحنية وبتشفع بوالدة الإله القدسة الضهر مريم شفعت البتول إنك تقبني بضعفي وخطيتي بضعفي أضع أمامك كل عمل أتم في محبتك والأجل مجدك ونهارد يا حبيبي أني حفظت باقي الإصحاح 26 من سفر أشعي النبي طريق الصديق استقامة تمهد أيها المستقيم سبيل الصديق ففي طريق أحكامك رب انتظرناك إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس سمعان سمعان ده بو يا حنين سمعني يا رب سمعني يعني أنام قبل ما بويه هدخل القط سمعان انت لسه صح يا ابني دي السهار باع بعد نص الليل وحنسع بردري علشان ايه ده سمعان نايم ومتغطي غريبة انا كنت سمع صوته وانا نايم فوقت جايز بأحلام خلاص يا بويه دلسنا الأمح وتعبى في الزكاية بعد إذنك هروح بكرة جبل القلم رايح دي لن نصمي لبرده طيب وحتوعد قدي هناك هاعد في الخلوة يومين ثلاثة يا بوي طيب ما تنساش وانت في الزورة تعدي على المعد اسم مخايل وتقول له عارف يا بويه عارف حاضر حاضر ماشي بكرة برضو للدير يا سمعان بإذن الله يا أمو صليلي صليلي داني اللي محتاجة لصلواتك يا بني خد يا حبيب خد معاك السرة دي فيها قرستين وهي الشمس علشان ياما ياما صيد النسيح قال ليس بالخبز واحد ويحيا الإنسان ما تحمل إيش هامي بس أنت صليتي سلك طريق طاول لدرامب صموين يرد الفتالي أبونا عبد المسي يا بويه الراهب حللني أنا صعيبة تقل على قدسك لكن أنت يا أبي معلمي مرشد الروحي وأنا كل ما بشعر بالجوع الروحي باجي دير الأنبة صمويلة بارك وأتعلم من قدسك أخرج شبعان ومليان بالنعمة رب المجد يسوى المسيح يبارك حياتك يا ابني أقعوا الجنبي على الصخرة دي تعال ربنا يعوضك يا أبي الراهب اسمح لي أبي أنا سمعت عزة من أبونا الكاهن في الجنيسة وكان بيتكلم عن أن المعمودية مهمة للخلاص يا طرى قدسك ممكن تشرح للموضوع ده أهمية المعمودية للخلاص يا ابني بتبان من كلام السيد المسيح لنقديموس لما قال المسيح في إنجيل يوحنى الأصحاح الثالث آية ثلاثة الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله ودي آية صريحة معناها إن من غير المعمودية ما يقدرش الإنسان يدخل الملكوت وبكده يكون الخلاص أول طريقه المعمودية وإيه تاني يا ابونا الراهب الرب يسوع لما أرسل تلاميذه لنشر ملكوته على الأرض قال في إنجيل متة أصحاح تمانية وعشرين فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به يبقى الإيمان والمعمودية والأعمال الصالحة بحفظ الوصايا هم الطريق للخلاص معاك حق يا أود سمونا المعمودية ضرورية للخلاص لو ما كانتش المعمودية ضرورية للخلاص كان اكتافى رب المجد وقال لتلاميذه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم يعني بشروهم بالإيمان من غير ما يذكر المعمودية حللني يا أبي سلام سلام يا ابني الأخ سمعان حينين حنة والده موجود في مضيفة الدير وعاوزه اتفضل يا سمعان يا ابني شوف والدك أحضره أبو من الدير بالضفط والتجدير فمتل مواشي كتير أبونا عبد المسيح أحب على إيدك يا أبو أنا مقدرش أندر نفسي للرب وعيش حيات الرهبانة من غير موافقتك ورضاك أحب على إيد دي يمكن المرة الخامسة اللي بتيجي الدير وتقودني من هناك وتجيبني هنا في بيت وأني مقدرش عصي طالبك أبوز إيدك وفقني يا أبو عدد نكا عاد ساكت كده ما تتكلمي يا أم اللي يريده ربنا يكون يا ولدي بس اللي يعرفاه كويس إن ربنا عايزك تعيش معاه في الدير على طول لإني كل ما بوك يجيبك من الدير لازم يمتلنا كتير من المواجد كأن ربنا بيعقبنا لتكن مشيته الليل ويا صباح الله في قدسي سبّحوا في فلق قواتي سبّحوا على قواتي سبّحوا هاسا كسرت عظامتي سبّحوا 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 صوت الصور سبّحوا برغبوعودي الليل ويا يا ترى مين اللي يخبّط بالليل كده محدش بيفتح البابليه آه آه أنا نسيت أبويا أمي وإخواتي عند عمتي ومحدش في البيت حاضر 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 اللحظة واحدة حاضر مين أنت عايزة إيه أوع كده يا الله أنت عايزة البابليه ودخل على فين أنت عايزة مين أنا عاوزاك عاوزاك أنت يا سماعان يا حبيبي حبيبك أنت إزاي تدخل ومحدش هنا امشي خرجه برّ تعال تعال يا حبيبي ده أنا ده أنا بحبك وعارفة أن أبوك ووالدتك وإخواتك مش موجودين تعال يا حبيبي تعال قبل ما حد فيهم ييجي تعال امشي امشي خرجه برّ يا خطي امشي ايه هو أنا هو أنا وحشة ولا ايه ده أنا أجمل بنت في المينيا كلها ده أنا جايلك مخصوصي يا سماعان لأني لأني بحبك تعال سيبي ايدي سيبي ايدي ابعدي عني كك وجع في بطلك تعال تعال يا سماعان يا حبيبي تعال بطني بطني سككين بتقطع في بطني انت بتسرخي ده حتبض حين انت جيت يا عم حنين ابنك ده إنسان بركة سمحني يا سماعان سمحني بطني بطني خد فلوسك اللي انت دهاني يا عم حنين وخلي ابنك يسمحني ابنك ده بركة أرجوك أرجوك خليه سمحني بطني بطني قايد فيها نار كده يا ابويا عايز توقعني في الخطيئة عشان تبعد عني فكرة الرهبولة امشي يا ست امشي وربنا يسمحك الحمد لله الوقع راح مفيش قلم انت قديس يا سماعان سمحني حجمت امرأة شريرة وحولت تغريره هم ساكت بجلاليبه ابونا عبد المسيح ما تزالش مني يا سماعان يا ابني اني هكلمك بصراحة اني عملت معك اللي عملته علشان الارض حلها حضاه ولو سبتني والبهاين مات منها كتير اني كبرت في السن ومش قادرة على حمل الارض وانت عارف مايرعاش ارضك خير دراعك يعني لفلاح ولا حد حيحفظ على ارضنا زينك ماهو لو كان عندنا ابن غيرك كنت اعتمدت عليه لكن حوله بس ما بني اندحيني ما عنديش غير اخوتك السبع بنات يعني يا ابويا لو ربنا تمجد وابك ولد غيري توفق على رهبانتي مش عايزة كلامي يا ابني التفاهم اني ما اتمناشي كل ابني يخدم رب المجد ياسوع ما تتكلم يا استير حاوله اللي يريده ربنا يكوني احناه يا ابو سمعان واراد ربنا الفادي ياسوع كل الخير والبركة لابن سمعان اللي استمر في صلواته وطلباته للإله السالوس القدوس وبالصلوات والتشفع بستنا كلنا والدة الاله القديسة مريم العزراء استجاب رب المجد ورزق ابوه حنين بابن وده كان بمعجزة عظيمة جعلت ابوه حنين يوافق على رهبانته فترك سمعان العالم الفاني ليربح الملكوت الابدي في السماء الابدية عاملا بالآية 14 في رسالة بوليس للعبرانيين إصحاح 13 لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة وراح سمعان حنين حنة دير ابو مقار وقضى فترة تحت الاختبار كان فيها مثال للخادم الأمين لشيوخ وأباء الدير خدمة ورعاية إلى جانب الصلوات والأصوام المتصلة وفي عام 1914 ميلادية 1630 للشهداء أغاب يا سمعان يا ابني أغاب يا أبي القمص عبد المسيح المسعودي قد سديلي بنفسك أنا ماستهلش سيمة طانية قوم يا ابني أنا ضعيف وخاطي أنا خليت الأباء رهبان الدير القمص رفائيل والراهب في ليمون يساعدوني عشان أجيلك بنفسي وبشرك أنا ماستهلش يا أبي أنا ماستهلش يا أباء النعمة والبرقة اللي حلت علي بقدومكم إحنا فرحانين بك يا سمعان لأننا ملاحظين ومرأبين ودعتك وهدوءك ومثبتك على الصلوات وخدمة أباء الدير وخصوصا الشيوخ منهم أنت باركة كبيرة أهو يا سمعان ضعفي ماستهلش يا أباء الأم الصرفائي يا سمعان يا ابني من يوم جيد دير أبو مقار طالب للرهبانة وأباء الدير كلهم بيتكلموا عن هدوءك وصمتك وصبرك وطعتك وإنكارك لذاتك تمام زي ما قال رب المجد إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعه يا أبو يا الأمص عبد المسيح أنا خديمة كنت الميزة يا سمعان أنت لازمت أباء قدسين مثال لإنكار الزات والتصدر عشان ما تكشفش روحانياتهم لحد النهاردة يا ابني فرح رب المجد بيك حيتم وحتبقى العريس الجديد في فرح ملك السماوات الأبدي النهاردة حيتم إرسمتك راعب لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب وسكنت كلمة المسيح يا حبيبي في أعماق سمعان حنين حنة اللي كان تاريخ رهبانته سنة الف وتسعمية واربعتاشر ميلادية الف وستمية وثلاثين للشهداء باسم الراهب عبد المسيح المقاري وده كان بدير أبو مقار وعاش قدسنا الراهب عبد المسيح حياة الزهد والنسك والعبادة والصلوات وإراية أصفار الكتاب المقدس مواظبا على التسبيح والترانيم الروحية لرب المجد يسوع المسيح عاملا بالآية الجميلة اللي اسمعناها من رسالة بولس لأهل كلوسي وكان قدسنا يا حبيبه زي ما قال عنه جماعة من شيوخ الدير واللي عصره أبونا عبد المسيح المقاري كان دايم الإراية في الكتاب المقدس وسير القدسين وكان بيقتدي بالقديس الأنباب شوي بأنه كان بيربط حبل في سقف قليته ويشد في وسطه من تحت باطه ويقف يصلي الليل كله علشان لو غلب النوم يمسك الحبل المربوط في السقف وما يؤعش على الأرض وبعض المرات كان بيربط منخل بالحبل ويدخل إطار المنخل تحت زراعيه ويستمر في صلاته طول الليل وكان بيفضل على الحال ده أحيانا لمدة ثلاثة أيام متصلة مربوط في السقف وبيصلي وكان قدسنا يا حبيبه بيحفظ التزبح عن ظهر قلب وكمان أغلب ألحان الكنيسة وصوته كان صوت شجه كصوت الملايكة وبعد فترة من رهبانته تمت رسامته قصاً هو مش مفروض يا أبي إن أبونا عبد المسيح يجي على الميدة معانا عشان يتغدى هو قدسك لسا حتعرف يا أبونا رفايل أعرف إيه يا أبي؟ الراعب عبد المسيح المقاري معود نفسه إنه يلم فتات الخبز من فوق الميدة ويبلها في بواء العتس وإن ملقيش عتسة أو أي بقليات أو خضار يبل فيهم لقم العيش المكسرة يبلهم في الميا ويكلهم كله أكلوا بالشكل ده والغريب إنه ما بيكلش الأكل دي غير مرة واحدة في اليوم متى عن الزاد وأكل الفتاة فارب حنا متى أبونا عبد المسيح اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وأعن ليخذ واغك الطالب نفسي وليرتد إلى خلفه ويخكل الذين يطلبون لي الشر سمساني إيه دي؟ إيه اللي وقع بريق الميا والمعوم؟ معلش أن يكمل صلاتي وبعدين ألموه سمحني يا رب وليرجع بالخذ سريعا الذين يقولون لي نعما نعما إيه اللي بيحصل ده؟ هاحا هامي متاخدش في بالك دي حاجات بسيطة الملائكة أصلاها فرحانة بيك وبتعضر عن فرحتها لأنها قديس عظيم وصلت الأعلى درجة من القداسة والبر ايه ده يا قديس ايه العظمة دي كلها انت مين ومين جاي الصدة انا انا عجبك على شمالك ايه مش شايفني اني مش شايف حد معذور اصلي عينيك مقاقت من كتر الاراية ايه ده انت كمان مظلم قليتك مفيش غريا دوب الشمعة اللي انت بتقرأ على نورها الضعيف انا جنبك وهفضل جنبك على طول لحد ما لحد ما اصلك فوق فوق هو انت لما تقلق شبالك نور ربي دايما بيملق الليتي بس انت اللعمة ودايما ربي جنبي بيسندني احتاجك انت خايد ايوه هتحتاجنا لها لان انا اللي عارفك كويس وعارف قدين تقديس عظيم مش بقولك الملائكة فوق فرحانين بك قوي ودوك اعلى الطراجات في البر والقداسة انت نجحت ايوه نجحت والتقدير امتياس جدا ومغير منظرك الرضي وقايلة فالة نور تمام تمام زي ما قال معلمنا بوليس الرسول ولا عجب لان الشيطان يغير شكله الى شبه ملاك نور لا 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 ما تخلنيش ازعل منك وما تخليش فكرك يروح لبعيد انا انا جايلك في مصلحة جايلك في طرد مستعجل من الفضاء مبعوث العناية السفلية لأعلى اجرام الفضاء الغير محدود عشان اعرف الكون كله مقامك العالي اللي انت مش واخد بلك منه ريح بلك يا مرزول واسيبني اسيبك اسيبك ده ايه يا راجل يا يا قديس هو انا بقول حاجة غلط ده انا بنحني اجلالا وتقديرا لقدستك وعظمتك ونفسي لو حيطت ورقة صغيرة تكتب لي عليها اسمك المبكل احتفظ بي ذكرى واعمل بيها احتفال عظيم وخلي كل المخلوقات تردد اسمك العظيم وترتفع اصواتها لأعالي السماء القديس سمعان عينين العظيم اعلى واعظم انسان في العالم امشي امشي اخرج يا عدو الخير اتركني يا ابليس يا ملعون بتطردني برضو ده جزائي ده نجا يا بشرك بالمجد العظيم اللي مستنيك بس انت الديني نفسك سب لي رسم طريقك للمجد والشهرة والبريق ومش هتندم سنستان مش هتندم هتفتخر بي واتندمجدني حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم ليه وانا للعالم وبعد انبه انت تعب تاني قوي طب اسمع اسمع اديني ودنك واسمع مكلمتي زميلك زميلك الرهبان غيرانين منك ومن الدرجة الفخيمة اللي انت وصلت ليها وبينموا مع بعضيهم وبيحسدوك عاوزين يوقعوك في شر مكايده قوم قوم يا عدو الله قوم واخرج من المكان ده وإلا اسمعني اسمعني يا سمعان اني عبد المسيح عبد الاله الخالق ابن الله الكلمة اللي نزل من السماء وتجسد من بطن العضرة البتول عشان يمسح خطايا البشر اللي صنحه آدم بغويتك الشريرة رب الاله اللي فتح لنا باب الخلاص سمعان ما احنا كنا قلسين مع بعض يا حبيبي كنا حلوين مع بعض يا خويا انت هتقلب ليه هتلخبط في المكلمة ليه يا ربي اني بستعين بيك على هذا الملعون المرزول اللي جيه عشان يعزني يا رب يا رب الدين القوة عشان ما اسمعوش ببركة صليبك يا اله ومخلص المسيح اللي بحصلنا اللي بحصل لذا لا انا مش اهدك انا مش اهدك العون تعالي 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 يا ابونا عبد المسيح سلامي قدستي البابا المعظم الان بيؤنس التسعتاشر انحني امام قدستك واقبل ايدك الطهرة اسمع يا ابونا عبد المسيح انا سمعت عنك وعن تقواك وعبتك اشياء يتمجد بيها اسم الله الكدوس ها داني غلبا داني كل خطايا سيد انا عارف انك ما بتحبش حد يتكلم عن فضيلك لان الفضيلة اذا ظهرت سرقت ونهبت من المجد الباطل شوف يا ابونا انا اخترتك تكون ابا اعترافي وبعدها هرسمك مطران حللني يا سيدنا انا ماشي من هنا استنى استنى يا ابونا عبد المسيح بقولك هرسمك مطران ترسمني مطران ازاي وانت بجو جوب وانا انا عايزك جاوي بتقول ايه امش اخرج من قدام انا كنت فاكرك قديس طلعت مجنون امشي سمحني يا رب انا غلط في عقابي القديس يؤلنا ست تسعة عشر قدست البابا المية و تلت عشر سمحني سمحني يا رب المجد مريكا لازم اعمل كيدي ات عارف يا رب الحبيب اني محبش المجد الباطل محبش الرياسة عشان ما اعشف خطيئة الكبريان انا باقتضي يا رب بالقديس مارس حق اللي شاف اني اعمالي الاسقفية تفسد عليه الوحدة معاك يا حبيبي وملك الصالح وكمل القديسة مونيوس اسقف ده منهول والقديسة غريغوريس ناطق بالالهيات اللي طرقوا الاسقفية وعايشوا متوحدين سمحني يا رب سمحني لاني دعيت الجنون وغضبت قدست الباب وقتلت بتجوز امي لأنه فعلا يا ربي قدست الباب بتجوز الكنيسة امي روحي سمحني يا ربي سمحني انا خاطئ عرد راعي الروع يرسمه اسقفا ومترا فرفض وتصنع الجنان اهنا عبد المسيح المتنيح صاحب القداسة البابا كيرولوس السادس حكل صاحب النيافة الانبا مينا مطرانك كرشي جرجا وتوضحها دلوقتي واللي بندعو له ان رب المجد يحفظ لنا حياته سنين عديدة حكل النيافة وقعه اياما كان نيافته راهب باسم ابونا لوء المقاري حكاله ابونا مينا المتوحد البراموسي ان ابونا عبد المسيح المقاري قديس عظيم ففي منتصف احد الليالي وفي دير البراموس حيث كان يقيم فيه فترة من الزمان قام ابونا مينا البراموسي المتوحد اللي اصبح فيما بعد قداسة البابا المتنيح كيرولوس السادس كان متوجه للاتمئنان على اختمار عجين الاربان اللي كان بيقوم بخبيزه هو ذا ما احسن وما احلال يسكن الاخوة معا نكطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية اللحية تهرون نزل على جيب قميصه ومثلنا دا حرمونا من حضر على الجبل سئون لان هناك امر الرب بالبركة والحياة الى الابد لكلماتي اصغي يا رب تأمى الصراط ايه دا استمع الصوت اللي انا سمعه دا الله دا جاي من الالاية اللي هناك دي اللاية مين دي دي اللاية ابونا عبد المسيح ويا ترى ايه الاصوات اللي بتصلي المزامير بالنغم الشاجية الجميلة دي اخبط على بابه اشوف مين اللي بيصله معاه في نص الليل دول واشوف كمان ايه الانوار السطعة اللي طالع من قليته دي مين انا الخاطي مين حللني الانوار اللي شفتها طالع من قليتك انطفت ازاي دي كانت انوار كتير وفين اللي كانوا بيسبحوا ويصلوا مع قدسك انوار انوار ايه واصوات ايه اني اني كنت في سبع نومة دي اصور رهبانة انك تصحيني في نص الليل اخطيت حللني بس انا متأكد ان كان فيه انوار فالله يحلك الله يحلك مع السلام بس ما تعملش كيده تاني ولما دخل ابونا عبد المسيح قليته تاني بعد ابونا مين المتوحد شوية واستخبى وراء نخلب دير البراموس واستنى عشان ابونا عبد المسيح يخرج واللي كانوا بيصلوا معاه يخرجوا معاه فاكتشف ابونا مينة مع دق جرس التسبحة ان ابونا عبد المسيح خرج من قليت الوحده وما معوش اي حد دي يا حبيب شهادة سمحة ابونا لوقة من فم صاحب القداسة المتنيح البابا كيرولوس السادس اللي هو كان ابونا مين المتوحد وابونا لوقة نفسه يا حبيبي اتنبأ له قدسنا ابونا عبد المسيح المقاري بانه حيصبح مطران وده وقت ما طلب منه ابونا لوقة انه يصبح تلميز لابونا عبد المسيح فرد ابونا عبد المسيح هروبا من المجد الباطل قال يا ابونا لوقة داني عوني وشحت وعايز اتجوز دانت بكرة هتحط الصليب على سيدرك وصليب في ايدك ترفعه للناس عشان يبسوه انا عايز اتجوز البابا كيرولوس السلبار قال انه من الغرر تشع منه ولا نور ابونا عبد المسيح انتم ملح الارض ولكن ان فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء الا لان يطرح خارجا ويداس من الناس وقدس كنستنا الابطية الارثوزوكسية يا حبيبي كلهم كانوا الملح اللي بيصلح الارض البور وبعدين يبزروا بزور الامان الصالح القويم في الارض ليخرج نبت صالح لمسيح مؤمن متشبه بقدسيه اللي حولوا بور حياتنا الروحية الى خصوبه ونماء روحي وشركة كاملة مع رب المحبة يسوع المسيح يا ابوني عبد المسيح انا ابع طرافك وبطمنك كل اللي بتعمله ده هو الصواب بعينه انت بترفض المجد الباطل لحياة الدنيا الزائلة وبتتمسك بحياة الوحدة والشركة مع حبيبك يسوع المسيح رب المجد بساني قالي حسيت اني اني زعلت ابو يا صاحب القداصة الامب يؤنس ابونا البطريارك البابا يؤنس انسان بار وحكيم وشفافية ايمانه حتخليه عرفك ويعرف جوهرك السمين ويسمحك يعني اعمل كده زي ما قدسك ارشطيني ايوه لازم تنزل من الدير وتكمل جهادك في مكان تغرس فيها غرسك الصالح علشان تبقى شاهد امين للسيد المسيح له كل المجد وبرضو تقاوم التمجيد والتعظيم اللي ممكن يصدفوك بنفس الطريقة اللي اتبعتها مع قداسة البابا يؤنس وربنا يبركك من اقوال ابين القديس مار اسحاق الانسان الذي طهر نفسه وزينها بحسن الفضائل وقبل المسيح في داخله وسلم له باختياره جميع ارادته وكل شيء له ولم يعتني بشيء اخر لا بجيد ولا برضيء هذا في كل وقت يتغذى بقوت الملائكة من مائدة ربنا يسوع طوبة للنفس التي استحقت هذا وابونا الراهب القصة عبد المسيح المقاري طهر نفسه يا حبيبي وزينها بحسن الفضائل وقبل المسيح فكان رب المجد دايما معاه يتمجد اسمه فيه وفي كل المعجزات اللي حصلت بواسطته ونزل ابونا عبد المسيح المقاري نزل للمنهرة زي ما طلب منه تاركا دير ابو مقار بصحراء وادي النطرون وفي المنهرة بنى النفسه اللاية عبارة عن عشة متوضعة مبنية بالطوب اللبن ويذكر عن القديس ابونا عبد المسيح المقاري ان طول حياته في قرية المنهرة ما كانش يملك سوبين ابدا كان بيقتني سوب كهنوتي واحد ساكن في المنهرة في كنسة العزراء الطاهرة صلى بعيون سيرا ابونا عبد المسيح وفي كنسة السيدة العزراء مريم بالمنهرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسألك يا ربنا عبيدك الخطأ وعلى المستعقين وعلى هذه القرابين القرابين الموضوعة القرابين الموضوعة يا بونا بسم ذا لا المجد لك يا رب المجد شايف النور الالي ايوه أنا والمعلم جرجس والشمامسة وكل شعب الكنيسة شفنا المعجزة العظيمة اللي حصلت وقت حلول الروح القدس على الزبيحة محتاجين بركتك وصلواتك يا بونا القديس عبد المسيح أيوة محتاجين بركتك وصلواتك يا بونا القديس عبد المسيح بركتك يا بونا صللنا يا بونا عبد المسيح صلواتك انا مخاصمك يا عضرة انا مخاصمك يا امي ليه كده تكشف سره قدام الناس انا مخاصمك يا ام الطهر بركتك يا بونا بركتك شوفوا لكم كان غيري انا مخاصم امي العضرة وهل يقدر يا حبيبي هل يقدر القديس القصة عبد المسيح المناهري انه يخاصم شفعته العضرة ماريام ده كان مجرد ذكر اسمها يخليه يتهلل من الفرحة وطبعا مش ممكن ابدا يخاصم المسبح المقدس لكن ابونا عبد المسيح المناهري خاف ان المعجزة اللي حصلت بظهور النور العظيم اثناء صلاته للقداس انها تتكرر تاني فيعرف كل اهل قرية المناهرة والقرى اللي جنبها بامره فيشغلوا عن عشرته بالرب وعن الزرعة اللي زرعها في ارض حياته بصرته الطهرة ورهبانته الصلحة بتوضعه صلواته المستمرة بكرهه للمجد الباطل بصدقاته على المحتاجين اللي كان بيديهم كل ما تملك يديه وده كله يا حبيبي خلى شجرة حياته على الارض مورقة كثيرة الصمار الطيبة جمعت بين اخصدها كل محبيه من ابنائه مؤمن المسيح له المجد اللي شافه وعينه بركاته ومعجزاته الكتيرة اللي لا تحصى ولا تعد وفي صيف 1952 وبالتحديد في نهاية الاسبوع الاول من شهر يوليو سنة 1952 حصل يا حبيبي اتفضل يا ابونا عبد المسيح انا قلبي مقبود وحزين من ساعة مجاني الخبر عشان الصراع يبعتين عايزينك ايوه وللأسف مش عارف عاوزيني في ايه اشمع ناني من بنته جرلق طنبة وصملوت يبعتلي الملك فاروق ويستدعيني احضر لصرايته في مصر يا يعقوق فاروق ابن نازلي عاوزك عشان ياخد جنينة من جنيناك بس ما تخافش هيقابلك واحد ظابط هيدخلك من باب ويخرجك من الباب التاني عشان يبلغك بطلب الملك واني بعد يجي اسبوعين كده حاطرود لك الكبير من البلد كلات وروح ايطاليا يبعشه طعمية وفعلا يا حبيبي قامت الثورة ورحل الملك فاروق واخبرني احد رجال الكنيسة الافاضل هو الاستاذ مونير جاد بان القديس عبد المسيح المنهري قال ليعقوب بباوي وقتها يا يعقوب الفلايح اللي عندك وزعها على اهلك الفقرة وده يا حبيبي حصل لان الاصلاح الزراعي وزع الارض واخبرني الاستاذ مونير ان القديس ما كانش بينطق حرف الالف والنون كان مثلا يقول انا زامج بدل زعلان وفليحة بدل فدان وده يمكن لان كلمة الشيطان فيها الالف والنون تعيش وتقدس يا ابونا عبد المسيح صوتك النهاردة كان جميل خالص وانت بتصلي وخصوصا وانت بتصلي جنيناه ربنا يرحمنا عم علم جريجس تعرف بقى تمشي ساكت لحد ما توصلني قليتي وتشوف حالك انا اشهد لقدسك يا ابونا انك قديس وكلك بركة بقولك يا معلم شايف الترع اللي قدامنا دي اها دي عرضها ييجي مترين وغويتها ييجي متر او قال الترع دي مليانة موسوسين موسوسين ومش بس في الترع لكن الشط التاني مليان موسوسين اني عايزك بقى اتعد الترع وتشوف هوملي اه يلا انزل الترع وعد الشط التاني دور عليهم وارجع يابونا نفذ يا معلم على ابن الطاعة تحل البارك يلا يلا حاضر حاضر يا ابونا حاضر انزل اسم الصليب وشلط الصليب امشي 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 في المياه وصل للشط التاني دور لي على الموسوسين ها لقيت حاجة لا يا ابونا طب ارجع تاني ارجع تاني تعالا اديني اديني طلعت مترع او ايه وملقيتش برضو موسوسين لا يا ابونا لازم مش موجودين دلوقت طب اسم خد ادي اجريتك وروح يا ابونا خد الفلوس وما تكملش مش انت اشتغلت وتعبت يبقى لازم تاخد اجريتك خد 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 يا غادع خد انا عارف انا عارف يا ابونا تقصد ايه انت بتديني مساعدة علشان عارف ان انا محتاج بس معقولة يا ابونا تديني كل الفلوس اللي معاك يعني انا هاخد جنيه واحد بس وبعدين معاك يا معلم جيرجز خد الفلوس وانت ساكت لخاص يا ابونا انا عارف قدسك بتعمل عميلك دي عشان انا وغيري اللي بتديهم كل فلوسك ما يعرفوش انها صدقة عملا بقول السيد المسيح فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية صدقة انا بديك صدقة انا عايزة جاوز رب المجد قال في انجيل متة يشبه ملكوت السماوات حبة خردل اخذها انسان وزرعها في حقله وهي اصغر جميع البزور ولكن متى نمت فهي اكبر البقول وتصير شجرة حتى ان طيور السماء تأتي وتتآوى في اغصانها وحبات الخردل اللي زرعها قدسنا البار القصة عبد المسيح المقاري كانت حبات كتيرة اسمارة بركات ومعجزات عظيمة تمت في حياته وبعد انتقاله ومن معجزاتها حبيبي في حياته اللي حصل مع سكرتير مجلس بلدي مدينة سملوت يا ابونا عبد المسيح نورت سملوت كلها ونورت بيتي زيارتك ليا في بيتي بركة كبيرة ما قال استاذ حبيبي استفانوس سكرتير مجلس بلدي سملوت يقول علي اني بركة صدقني انا عايزة تجاوز برضو بتتهرب يا ابونا عبد المسيح المهم ازاي الست فيكتوريا امرأتك المرض زاد في جسمها انا محتار يا ابونا عبد المسيح وديتها الاكبر واشهر الدكاترة ومحدش عارف مرضها ايه ولا يتعالج ازاي وبصراحة يا ابونا انا جايبك بيتي مخصوص عشان تصلي لها وانا متأكد ان ببركة قدسك هتعمل اللي ما عملوش الدكاترة والشفا هيكون ببركة صلواتك اني انا شفيها الرب الشافي قادر يخفف عنه تعال يا فيكتوريا يا فيكتوريا سلام نورت بيتنا يا ابونا عبد المسيح الاستاذ حبيب بيقول قال ايه اني اني الخاطي التعبان الا اقدراش فيك يا ابونا عبد المسيح حبيب وانا وكل المؤمنين باسم المسيح عارفين كويس ان ربنا رب المجد بيقبل صلواتك وتشفعك بام النور العضرة وانا مؤمنة بانك لو مدت ايدك بالصليب على راسي وصلتلي كل الامراض اللي اللي الدكاترة احتروا فيها هتروح من جسمي انا مؤمنة بالمسيح ومؤمنة بانه بيستكيب لطلباتك ارجوك صليلي طب اذا خفيت تتجوزيني خدها يا سيدي خدها وتجوزها بعد ما تخف ولو قدسك وفقت انا هتنزلك عادة يمكن يمكن تجيك الفكرة بعد يومين وتعرضها على دكتور فيلمينيا فيقول لك عايزة عملية واطلب منك 12 جنيه اجرة العملي المجد ليك يا ربي ايش عرفك يا ابونا عبد المسيح انا حاجز لها فعلا عند دكتور كبير فيلمينيا وهتروح له بعد بقرة صليلي اطلب لي من حبيبك رب المجد يسوع انه يشفي امراضي وانا واثقة انا واثقة انه هيقبل صلاتك انا بحط صليب رب المجد يسوع على رأسك يا سيدي فيكتوريا بشفاعة من نور ماريون اطلب اليك يا الهي وحبيبي المخلص ايش فيها يا رب ايش فيها جبت الصورة الاشاعة يا استاس حبيب ايوه دكتور دي الاشاعة التانية اللي حضرتك طلبتها يا رب تكون المراضي سليما ما فياش حاجة هتبقى سليما ازاي انا بس كنت عاوز اتأكد من حاجة كانت موجودة في الاشاعة الاولانية لان الست بتاعتك تعبانة ومحتاجة عملية فورا وريني الاشاعة يا ابونا عبد المسيح عملية وتتكلف كم اتناشر جنيه المجدل اسم الله نعم لا 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 ما فياش حاجة بطلب تدخل ربنا ايه ده غريبة في ايه يا دكتور الاشاعة ما فيهاش اي حاجة ايه بقولك ايه ابهات للستة شوفها في شيء غريب حاجة غريبة حصلت بركتك يا ابونا عبد المسيح حبيب يسور رب المخلص احبك يا رب يا قوتي الرب صخرتي وحسني ومنقزي اله صخرتي به احتمي ترسي وقرن الخلاص وما الجاين يا اله الصالح اشتاقت نفسي اللي قاع نورك الفياني اللي بيم لقلبي رب يا طر عبدك الخاطئ عبد المسيح يستحق انه يترمي في صدرك الحنو انه يكون رابح انه يترمي في صدرك وانه يترمي في صدرك الحنو وانه يترمي في صدرك الحنو كل سنة قدسك طيب يا ابونا كل سنة ما خلاص انا حكل اليوم العيد الحد الجاي ايه مش مصدقيني اهه مش مصدقني يا مكرم يا شماس الكنيسة ولا انت يا شيخ إلي عياد شيخ قريةكم العرب مركز مطاي طب وانت يا مقدس فانوس مش مصدقني صدقوني كلكم انا حكل اليوم العيد وافرح حتتجوز يوم عيد الايامة يا ابونا عبد مسيح ما تبارك له يا عم فانوس الله انت بتحفر ايه في الارض بكريتك يا ابونا بحفر بورتين بورة للمعلم فانوس وبورة بعدها عشاني وعند انطلاق الروح قال انا هروح سأكلل وافرح ابونا عبد المسيح وتمت نبوءة القديس عبد المسيح المقاري المنهري وانتقى للمقدس فانوس يوسف من كبار التجار في مغاغة انتقل للسماء ليلة عيد القيامة المجيد تمام زي ما تنبأ له القديس وفي صباح عيد القيامة المجيد وبسماح من الرب لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد تنيح ابونا عبد المسيح المقاري المنهري يوم الحد تحدث معجزات كثيرة شفاء مرضى تحقيق طلبات ببركة تشفع باسم هذا القديس المبارك ومازالت ومازالت أحباء وتحفظ لنا حياة أبينا راع الرعاة صاحب القداسة والغبطة الباب المعظم الأنبى شنود الثالث ولربنا كل مجد وإكرام وسجود الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين اشتركوا في القناة